ما إجراءات تدريس النصوص الأدبية في المرحلتين المتوسطة والثانوية؟ بمعنى آخر، ما طريقة تدريس النصوص الأدبية؟ يسير المعلم في تدريس النص الأدبي في مجموعة من الخطوات المرتبة؟ تبدأ هذه الخطوات أولاً بالتمهيد. ما المقصود بالتمهيد؟ التمهيد لتدريس النص الأدبي يعني أن يتخذ المدرس الطريقة الملائمة التي تجعل المتعلمين يقبلون على دراسة النص، فيوجه لهم بعض الأسئلة حول موضوع النص أو يباشر بنفسه الحديث عن النص، ومن باب التمهيد أن يصور المعلم جو النص، وأن يقص ما يحيط به من حوادث، وأن يذكر المناسبة التي قيل فيها هذا النص، وأن يعرف التلاميذ تعريفاً موجزاً بحياة الأديب، وبالنواحي المهمة منها، مما له صلة مباشرة بالنص الذي يدرسونه، فإذا منتهى من التمهيد، انتقل إلى مرحلة عرض النص، ويكون بإرشاد التلاميذ إلى موضعه من كتاب المدرسة، أو بعرضه مكتوباً على الصبورة، على أنه لا بد من استخدام الكتاب المدرسي إلى جانب العرض الصبوري، ليتعرف المتعلمون على النص في كتابهم، الذي سيكون مرجعهم الأساسي في الدراسة، ثم تأتي مرحلة قراءة المعلم، حيث يقوم المعلم بقراءة النص قراءة نموذجية، يراعي فيها حسن الأداء وتمثيل المعنى، ثم تأتي مرحلة قراءة الطلاب، بعد أن ينتهي المعلم من قراءة النص قراءة نموذجية، يبدأ بعض التلاميذ بقراءة النص، فيقرأ كل تلميذ جزءاً من النص، في هذه المرحلة، ماذا يفعل المعلم؟ يهتم بتصويب الأخطاء تصويباً مباشراً سريعاً، حتى لا يثبت الخطأ في ذهن التلميذ، وينبغي أن تتكرر قراءة التلاميذ مرة أو مرتين، إلى أن يتعرف التلاميذ على النص ويحسن قراءته، ثم ينتقل المعلم إلى خطوة المناقشة التحليلية، وهي صلب تقديم النص للمتعلمين، وفيها يوجه المعلم بعض الأسئلة حول موضوع النص، والأفكار العامة التي وردت فيه، لاختبار مدى فهم التلاميذ للنص، ثم يقسم النص إلى وحدات متصلة المعنى، الوحدة عبارة عن بيت أو بيتين أو مجموعة من الأبيات في النص الشعري، يطلب المعلم من أحد التلاميذ قراءة الوحدة الشعرية، ثم يشرح ما بها من مفردات لغوية جديدة، ويدون معاني هذه المفردات على الصبورة، ثم يبدأ في توجيه بعض الأسئلة الجزئية حول المعنى العام للوحدة، وبعد ذلك يصوغ المعنى العام للوحدة في عبارة تامة متماسكة، تعبر عن المعنى المقصود بمنتهى الدقة، ثم ينتقل المعلم إلى الخطوة التالية، بعد أن يتناول بالشرح كل الوحدات، يبدأ في الربط بين الوحدات، هذا الربط يطالب المعلم التلاميذ أن يعرضه معنى وحدتين أو أكثر في عبارة مترابطة، أو أن يقوم هو بصياغة المعنى العام للنص بشكل متسلسل، متماسك، وبعبارة سليمة، ثم يبدأ المعلم مع الطلاب في تحليل النص إلى الأفكار الأساسية والجزئية، وبيان الغرض مع الوقوف عند بعض العبارات الممتازة والصور الجميلة، حتى يتذوقها الطلاب تذوقاً أدبياً يتناسب مع عمرهم في هذه المرحلة، ثم تأتي مرحلة النظر العام للنص الأدبي، وهي المرحلة التي يتوقف فيها المعلم والطلاب مع النص، من حيث وضوح المعنى وتسلسل الفكرة والقيم الفكرية والجمالية الموجودة فيه، وقد يتجاوز المعلم والطلاب في هذه المرحلة إلى حد الموازنة بين النصوص المتشابهة، ثم ينتقل المعلم إلى مرحلة النقد والتذوق الأدبي، وهي المرحلة التي يبدأ الطلاب فيها في إصدار أحكام على النص الذي يدرسونه، مدى تأثير هذا النص، ما رأيهم في الفكرة، وما رأيهم في العاطفة، وما رأيهم في الجوانب الفنية، وما رأيهم في اللغة والأسلوب الذي استخدمه الشاعر، وهكذا. أخيرا تأتي المناقشة العامة للفكرة، هذه المناقشة العامة يجريها المعلم لتثبيت الفهم الكلي للنص، ولبيان أوجه الجمال العامة في هذا النص، وكيف ينقل لنا هذا النص تجربة إنسانية راقية، قالها الشاعر يجب أن نتأثر بها. ترجمة نانسي قنقر